انا شايفك انت مستني فرصة او الطرف التاني يكون يعني لو الحديث دي حصلت من طرف التاني يكون هو اللي مستني انك تديلي فرصة. في فرصة هتتقدم لك وشايفك بتتغير تماما. يعني بتحاول تاخدوا الامور بشكل هاي جدا بتحاول تروض كل اللي حواليك او الطرف التاني يعني انت بتستعمل معي اسلوب مختلف تماما. اسلوب فيه زكاء وفيه حكمة وفيه جدوء. اه او الطرف التاني هو اللي يعمل معك كده. يعني لو هو اللي نشي هو الغلطون هو يعمل معك كده. اه يبهد عن العصبية والحدة في الكلام. ويبتدي يتعامل معك بشكل اه اه شوية فيه السياسة يعني. شوية فيه السياسة في تساهم اه عايز يسيطر عليك اه او على تفكيرك من الناحية دي. بس مش بشكل وحش يعني. بشكل كويس. مش يسيطر على تفكيرك بشكل وحش? لا. بشكل كويس. او انت. اه اللي جاي لك بعد كده برج العزراء. اه انا شايفة في عندك انتصار. انتصار اه في العلاقة العاطفية. اه يعني بعد تعب وبعد جهد كبير جدا. لبعضكم ممكن في علاقة تات فيها كتير. اه لبعضكم ممكن تكونوا كنتوا منفصلين. اه لبعضكم ممكن يكون اه غير مرتبطين اه رسميا. وانت حاسس ان انت تعبت في العلاقة دي او قدمت فيها وقت كتير ومن غير فايدة. فالعلاقة دي زي كمان ما شفنا في الطاقة بتاعتك. انت العلاقة دي هيحصل فيها انتصار اه بشكل او باخر. اه لكن انا شايفة انت كمان ممكن تكون بتتعمل يعني انت تظاهر لك هنا اه في كارتين انتصار. اه في علاقة انت ممكن تكون موجود في علاقة هي فيها توقم روح. يعني علاقة اه فيها حبه متبادل اه انت بتحب الشريك. والشريك كمان بيبدلك نفس الشعور هو كمان بيحبك اه 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 حصل فيها شوية قلق اه شوية زعل اه شوية غمود حاجات غمضة عنك او عن الطرف التاني لكن بعد التعب اللي انت تعبته ده اه فيه انتصار يعني انت الكارت بتاعك اللي انت تشتغل فيه او تشتغل على علاقة او انتظارك او جهدك ده كله كارت ده جنبه من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال كارتين انتصار فانت عندك اه انتصار ورجوع يعني ممكن اللي مستني رجوع للشريك منفصل عنه اه فيه رجوع ان شاء الله انا شايفة فيه رجوع اه وترتيما للعلاقة اه فيه فرح فيه سعادة فيه زواج اه البعض ممكن خطوبة وارتباط اه يعني بعد فترة قلم ومعاناة كبيرة جدا فترة حسبت فيها نفسك مين غلطان حسبت فيها نفسك انت كمان اه شفت نفسك ان انت كنت غلطان في حاجات او او في حاجات كنت متسرع او متهور فيها او او ما فكرتش فيها قبل ما تعملها اه يعني بعد كمان اه اه العلاقة انت كنت في بعضك كمان كان في علاقة هو فقط فيها الامل تماما يعني اه وممكن كمان اقول اه انها علاقة يعني كان مقدر لها الانتهاء علاقة مقدر لها الانتهاء برغم صعوبة وبرغم مواجهات وبرغم تحمل وبرغم انك ممكن تكون انت او الصرف التاني تحملت فيها كتير او قلت يعني نحايل ان ان العلاقة دي ما تنتهيش او انها تستمر لكن هي اه يعني ينصروا بيقولك انه ده كان قدرا لازم يحصل لازم يحصل لدروس ممكن تكون دروس ممكن تكون علشان بعد كده تكون حذر اه تخلي بالك اه 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 شايتك كمان بين صور حوالين علاقتك وحوالين بيتك فيما بعد وانك تخلي بالك من اه حياتك اه العاطفية او العائلية اه في الفترة اللي جاية ان شاء الله تخلي بالك كمان على مجهوداتك يعني انت في علاقة قدمت فيها مجهود كبير قوي لكن شوية كنت متهور او الطرف الثاني كنت تتعامل مع شخصه اه اه متهور او مش يعني مش مقدر مسئولية العلاقة او مسئولية زواج او مسئولية ارتباط اه شايفة فيه تغيير جاي في الفترة اللي جاية فيه ترتيم العلاقة فيه رجوع فيه رجوع لمنفصلين اه شايفة كمان اه ممكن تكون بتتعامل مع يعني مع طرف تاني يكون اه مختلف عنك يعني انتو الاتنين تكونوا مش شبه بعض تكونوا جنسيات مختلفة او انت في بلد وهو في بلد اه لكن فيه بينكم اه تواصل روحي قوي جدا اه انتو الاتنين بتستكروا بعض كتير بزدد في الفترة بالليل اه كتير بتستكروا بعض كتير شايفة الطرف التاني حزين اه حزين بسبب بسبب البعض اه كمان انا شايفة هنا ابراج اه عقرب وسرطان اه معيك يا برج العزراء والابراج النارية كمان معيك اه لكن شايفة فيه قرار اه بخصوص العلاقة دي اللي فيها تباعد شايفة فيه قرار انت هتاخده اه يعني بعد سماعك لاخبار يعني ممكن في اخبار تسمعها قريب اه بناءا عليه انت هتاخد قرار ولو بعضكم فضع متوقف او معلق او اه او بقالوا فترة مش بيتغير انت هيكون في ايدك القرار انت هتاخد القرار بس بعد ما في اخبار هتسمعها خبر او اتنين هي مش اخبار سيئة لأ اه هي اخبار قويسة اه فانت هتاخد قرار اه والقرار ده هيكون سليم لان انا شايفك تفكيرك فيه هيكون بعقلك اكتر حاجة مش مدخل في العاطفة خالص اه هيكون بعقلك بس فشايفك في الفترة اللي جاية ان شاء الله فيه قرار هتقدر تاخده اه وشايفة ان انت مستني فرصة او الطرف التاني مستني لما تديره فرصة تانية اه لكن فيه بعدها اه ان شاء الله ترتيم العلاقة او زواجي فيه ارتباط او رجوع لشخص هو بالسعل اه توقام روح او اه للعزبين ممكن تكون بارتباط مع شخص توقام روحك او هتقابل طوقام روحك ان شاء الله في القريب وهيحصل ترتيم للعلاقة دي وشايفك منتصر منتصر مرتين يا برج العزراء ان شاء الله النصيحة بتاعتك اول اول هقول الطرف التاني بيفكر فينا ازاي اه انا شايفة الطرف التاني بيفكر اه ممكن دايما قلت في بعضكم الطرف التاني يكون مسافر او انتم متبعدين مع بعض في اخبارها تسمعوها اه بعضكم في علاقة سلاسية لو هو فيه الطرف التالي في عنده علاقة سلاسية اه فيه قرار هيستاخد اه قرار دا هيكون فيه عدل الطرف التاني دا تفكيره قرار لايزم ياخدوا لايزم القرار دا يكون فيه عدل اه بخصوص العلاقة السلسية لو مفيش علاقة سلاسية يبقى القرار دا هيبسط waistcon rating جدا وهتحتفلوا بيه انتو اللي اتنين يعني القرار اللي هيتاخد ده مش اه حاجة هتكون ضد مصلحتك لأ انتو الاتنين هتكونوا متفقين وانتو الاتنين هتحتفلوا بيه وهتكونوا مبسوطين جدا اه شايفا القرف التاني بيستكرك كتير اه بيبص عليك كتير ممكن بيتواصل معيك روحيا اه تفكيره فيك بشكل متواصل لو انت بتفكر في حالين هيكون ده الاكتر بسبب تفكيره هو فيك والرسائل اللي هو بيبعت هالك اه اه شايفا بيبص عليك بيرقبك بيفتكر ذكرياتك ومع بعض اه بيفتكر كلامك تصارفاتك اه شايفا كمان ان هو بيشوفك انت ليه البصان يعني انت الشمس وانت السعادة وانت الحياة اللي هو عايز يعيش معيها ده اللي انا شايفاه اه من تفكير الطرف التاني في الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا يا برج العزراء النصيحة بتاعتك يا برج العزراء للفترة اللي جاية عايزين نشوف انت حصل لك ايه وايه نصيحتك اللي طرو بيقدمها لك طرو بيقول لك تبتاش فيه اه حاول تاخد وقت مع نفسك تاخد وقت مع نفسك ان انت تتفكر ان انت تسيطر على نفسك على اعصابك ان انت تتخلص من الجروح ومن الالام اللي موجودة عندك وان وانك تطلع من المسئليات ومن كل الاعباء اللي انت حاسس بيها لأ خرج كل السيوف دي من جسمك ومن طاقتك ومن حياتك يبتدي اه تستشفي تعد لوحدك تعمل اه تأمل تعمل استشفاء يعني اخرج من الطاقة السلبية وحاول تفكر بهدوء علشان توصل لحلول اه او عشان توصل للمراحل اللي احنا تكلمنا عنها في القراءة اه اه الحياة السعيدة والمستقرة واللي احنا شفناه في القراءة. كمان بعضكم ممكن يكون اه بينصحك لو انت اه مدمن على شيء ايا كان الشيء ده هو ايه? اه يعني يعني متعلق بشخصي جدا انك حاول تخرج من الطاقة دي تستشفي تخرج من الطاقة دي اه مدمن على تعاطي اي شيء اه اه سواء كان في الاكل او في الشرب او او اي حاجة انت بتعملها بشكل مفرد اه حاول ان انت تخرج منها كمان لو انت بتمر بحالة غضب شديدة من الشريك حاول ان انت اه تخرج من الحالة دي. اه كمان لو بعضكم بيعاني من طاقة سلبية في حياته. اه سواء سحر او حسد. اه كمان الطارب ينصحك انك تتخلص من الطاقة دي. فانا يعني قريبها على كل الاوجود يعني ايا كان الحالة السلبية اللي انت بتمر بيها او الموجودة حاليا في حياتك سواء اي حاجة من اللي انا قلتها او كلهم حاول انك تستشفي منهم او انك تتخلص من الحالة السلبية اللي موجودة اه محيطة بك في حياتك. اه كمان اه يعني هنا بيطلب منك انك في النصيحة انك اه 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 تحاول تفكر بحكمة تفكر بعقل اه تستكشف الامور تفكر. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر